تحذير هام حامد انت قلت مرة انه القرآن زي ضمير محمد زي لشعوره زي نفسيته زي عقله الباطن مش شايف انه صنع اله بيشبهه اه انا من اكتر الايات اللي بتخليني اميل الى هذا التفسير يعني اللي هو بيقول لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون هو الوحد اه ما تجيش تسأل هو يسأل تانيين انت عملت كذا ليه انت دي ليه ده غلط ده صح ده اخلاق حميدة دي اخلاق مش حميدة لكن انت ما تروحش تقوله انت بتعمل ايه فهو كان ده فنعايزه هو مع اصحابه برضه دي تنطبق على محمد طبعا طبعا يعني حتى في الزواج لما شفنا انه هم ليهم اربع وانت ما لكش دعوة اه ما لكش دعوة احنا عملنا لهم حاجة بس انت لك حاجة خاصة خالصة لك هو لا يسأل عما يفعل اه لا يسأل عما يفعل هم يسألون اه ويعني ما تجدلوش الرسول لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي اه يعني اتخيل ربنا مهتم قدموا بين يدي نجواكم صدقة ما اتاكم الرسول واخدوا وما نهاكم عنه فانتهوا امر الهي وطبعا دعاموا وما ينطقوا عن الهواء اللي بيقولوا كله وحي فما تجدلش وراه تحت في لما يقولوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض هو مش واحد زيك يعني اه مش تعملوه زي البشر لما ينفعش تعملوه زي البشر هو الوح لما يجي يقولك سبحانه ربي ما كنته إلا بشر رسوله اه طب ايه رأيك لما يقولهم ان ربك فعال لما يريد اه ما تحكموش اي ضوابط اه عايز يهدي ده مفيش منطق مفيش منطق عايز يضلوا يضلوا وانا لما اعمل حاجة هي نفس الحكابر فيها حكمة ولا تسألوا عن اشياء تبدأ لكم تسؤكم لان انا لا اسألوا عما افعل وانتم تسألوا والقواعد اللي ما مفروضة عليكم ما بتتطبقش علي و ايه رأيك لما يقول يخلقوا ما يشاء يهبوا لمن يشاء اناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور ويجعلوا من يشاء او يزوجهم يعني اناتا وذكور ذكرانا وanda ويجعل من يشاء عقيما انه علم قدير هو عايزه كidée انت عندك بنت هو عايزك تكون عندك بنت عندك ذكر ولد هو عايز كده عايزك بنت ولد هو عايزك كده عقيم هو عايزك كده خلقك وعايزك تبقى عقيم المهم أنت تفلسفش وتدور ليه أنا هنا ليه وبعمل كده ليه والنبي عمل ده ليه والنبي بياخد الخمس ليه والنبي تجوز زينب ليه والنبي ليه تسع أزواج واحنا لنا أربعة ليه لا ما تسألش ربنا بيقسم رزقه ورحمته بمزاجه إدى النبي تسعة ما تسألش إدى لك أنت ما فيش خالص إحمد ربنا وبوس إيدك شعره ده وقول إنك مبسوط وخلاص ارضى بأي حاجة إيه رأيك في صفة المكر كمان ده مش صورة صورة لمحمد وعملها صورة للإله حتى خلاه منكر مثلا ومكر ومكر الله والله خير المكرين هو خلاه نعكس لكل عوطفه وانفعلاته تجاه أهل قريش بالتحديد الانفعلات دي كانت موجودة ويمكرون ويمكروا الله والله خير المكرين أو لألو إيد يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين هو أمكر منهم بقى ليه ما فيش حد يسمى عبد المكر مثلا ومش ده يعتبر صفة من صفات ربنا دي بقى يسمى من أسمان الله الحسن عبد الماكر حسوبك عبد الماكر حسوبك عبد الماكر فيها حاجات ما ينفعش تتعامل الأسمان الله الحسن وتحس حتى السيرة فيها الحاجات دي يعني حط علي مكانه فيلم مكانه عايزوني فيلم مالوش لازمة خالص هم بيشوفوا كده كان نخرج عليه ومشي وطلع أو كان بعطلو البراق وقرأ عليهم آية من صورة ياسين واجعله من بين أيديهم مسدن ومخلفهم مسدن فعل شيء هبرا كدابرا وطلعو هم مش مفترين مش كان عنده براق استخدام واحدة المعجزات بتاعته دايما استخدام واحدة استخدام مرة واحدة زي الجتابل داي بتاع البلاستيك اللي بيحلها بقدان دي مرة واحدة تب البراق ده ما كانش يجي يعمل الهجرة ما كان حيرية حدين آه بدل الغار وبدل الحكاية دي كله وعلي مكانك وتمكر لا هو زي ما قلت لك كده بيسقط على نفسه أو على الله نفس الصفات اللي هو نفسه إنه يكون عنده في تعامله مع أهل القريش سنستدرجهم سنفرغ لكم أيها السقلاء خدوه فغلوا بيسقط على ربنا كل انفعلات وغيظه ويمكرون ويمكروا الله وأملي لهم إن كادي متين لأنا بس وأملي لهم إن كادي متين طب هو المكر مش من الصفات البشر لأنه لا حلة لا حلة لهم ما يدروش ياخدوها دغري كده لأنه أحيانا لو الواحد مش قادر ياخد ورع بروح يزور مش قادر ياخد حاجة بروح يمكر عشان ما عندوش القدرة على أخدها بطرق أخرى ربنا يحتاج المكر ليه إحنا قلنا الله رسول محمد يعني ربنا محمد عايزه مكار يبقى مكار عايزه غضوب عايزه عبوس عايزه سادي يخليه زي ما هو بالظبط لأنه هو دي وسيلته لتهديد الناس اللي هو مش قادر يوصلهم بالسلاح ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون أنا شايف الفرق أنا أم اللي ما يمكره أنا شايفهم هم مش حاسين شفت السيربرايز ما دين معجزة دي في حد ذات عم يكونوا بقى يعجاز يقول لك ربنا بيمكر ومحد يشايفه السلام أنا شايف فعلا أنه محمد صور نفسه في إله وحطه في القرآن أكيد وصلنا لتقريبا أواخر حلقتنا لايكات وشيرات والله لست بد يا رمضان أه شفت كان سهل يعني ده من معجزات ربنا بيخليه سهل كده بيمشي بسرعة وعشان كده احنا بنتمنى لكم يعني أيام سعيدة ونتمنى أيضا تشاركونا واللايك بعشرة عم ساليها أه أه حسنات يعني من يقردون على لايكا نضاعفه له خلاص اعملوا لايكات وعند الله الحسن وزيادة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة